تواصل وزارته الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزداد من السعر الرسمية هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 117 قضية تمونية بمضبوطات ما يقترب من 499 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 163 طن سلع غذائية مختلفة وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 211 طن سلع مدعمة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 33 طن سلع مختلفة و36500 لتر مواد بترولية و19250 قطعة مستلزمات طبية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 28 طن أسمنت وما يقترب من 63 طن حديد تسليحة ترجمة نانسي قنقر